الوقت احنا طبعا احنا مكناش معاكم يوم الخميس ده طبعا احنا محظوظين اكتر طبعا ده و موجودين معاكم احنا الود ودينا نفضل معاكم العمر كله بس حبينا ان احنا اي حاجة حصلت من الخميس لحد النهاردة نكون شايفينها عشان كده لازم احنا ننور شوي على القرارات المهمة اللي اعلنها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمينيا اعلن زيادة وتحسين مرتبات العمليين في الجهاز الاداري للدولة واصحاب الكادرات الخاصة ده هيكون من اول ابريل شهر الجاي 2020-2023 اللي بيها هيزيد دخل الموظف بحد قدنى اقل حاجة 1000 جنيه في الشهر كمان كان فيه قرارات لسيادته بزيادة المعشات علشان توصل 15% زيادة وزيادة معشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% يعني الربعة زيادة وكل الزيادات دي هتتطبق برضو من اول شهر ابريل اللي هو الشهر اللي جاي هل نشوف مع بعض قرارات سيادة الرئيس ونرجع ثاني نكمل الكلام أنني أوجه العقومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية أولا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة واصحاب الكادر الخاصة اعتبارا من اول ابريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا ثانيا زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على نحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة المجلستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا ثالثا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من اول ابريل 2023 رابعا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنويا اعتبارا من اول ابريل 2023 خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من اول ابريل 2023 تحية مصر تحية مصر تحية مصر شفتوا فرحة الناس يعني يا ربنا يفرح ألبك سيادة الرئيس تحية مصر تحية مصر